اشتركوا في القناة خلال بث مباريات بطولة غرب آسيا المنتخبات الأولمبية والتي استقام في الدمام مع إن شاء الله مفاجآت أخرى خلال الأيام القادمة على مستوى الحقوق التي نحاول بها أن نصل إلى أبعد مدى ممكن يعني نحن نفكر بالمحلية ونفكر بالعربية وبالعالمية من أجل أن تكون الرابعة وقنواتها إن شاء الله مستقبلا يعني لن يتوقف الأمر على قناة واحدة بل أتحدث عن قنوات تبوث عدة دوريات وحقوق رياضية بالإضافة إلى الحقوق الآسيوية التي تعرفونها والتي يجبرنا أكرر المرة الألف يجبرنا الاتحاد الآسيوي على بث الحقوق الآسيوية عبر وسائل أخرى غير الساتيلايت ولكن استطعنا من خلال التحاور يعني نحن وبقية القنوات في المنطقة العربية استطعنا أن نحصل على حق بث بطولة كسر الاتحاد الآسيو على الأقل على الساتيلايت والبطولات الأخرى أما تصفيات كأس العالم ومؤسسة القادمة دورة أبطال آسيا بطولات آسيا لكرة الصالات بطولات آسيا للفيات العمرية فكل هذه الأحداث ستبقى عبر التطبيقات وإن شاء الله مستقبلا عبر الساتيلايت لكن بطريقة أخرى بالتالي كل الأمور التي نحاول أن نصل بها المشاهد نحاول منها أن نعد الطرق المشاهدة على الساتيلايت على الموقع على التطبيق على الشركات المتعاونة معنا وكذلك حتى طرق أخرى من أجل مواصلة المتابعة وأمور أخرى سوف نعلن عنها وكرر بأنه قناة الرابعة الرياضية سنطلق إن شاء الله وبتقنية عالية نحاول أن نصلح ما أفسدناه نحن شخصين ربما في السابق ونحاول أن نقدم لكم قناة رياضية محترمة تفتخرون بها أمام الجميع على مستوى الوطن العربي بالتالي أبدأ من ما حدث اليوم سيد عدنان درجال رئيس الاتحاد اجتمع برؤساء الأنبياء ومثلي الأنبياء الاجتماع كان من أجل حل مشكلة التراخي طبعا التراخيص مرتبطة بالديون مرتبطة بالملاعب مرتبطة من التحتية مرتبطة بشروط عدة يفرضها الاتحاد الرئاسي ومن قبل الاتحاد الدولي الفيفا بعض الأندية لا زالت بعيدة عن هذا الموضوع البعض قريب منها المشكلة الرئيسية التي لا يستطيع لا عدنان درجال ولا دوقف ليت أن يحلها بأن الأندية مرتبطة بقانون بائس يجب التصويت على قانون الأندية الجديد هذا القانون التي يحولها إلى شركات يصيرها إلى مركز مالي ومركز أعمال ومركز رياضة بالتالي يستطيع المستثمر تستطيع الشركة في العراق أن تستثمر أموالها بالنادي أما بهذه الطريقة التقليدية الكلاسيكية في أن الأمور صعبة ولن تستطيع هذه الأندية حل المشكلة سوف تخرج من الاجتماع أو خرجت من الاجتماع إذن من طين إذن من عجين ينتهي الموضوع يستلمون بلوزهم من الوزارة حصتهم ويحطوها بجيبهم مركزهم المعنى وموجود رئيس النادي موجود وبالتالي إلى حيث أين يثب النادي لو كان النادي ملكة مثل ما أي واحد منه يملك شيء يكون حريص عليه لو كان النادي ملكة حقيقة سيكون أحرص من الوزير ما يحتاج الوزير ورئيس التحديج يقول له سوى الترخيص هو يركب يسوى الترخيص حتى ما يتعاقب بالتالي هذه القضية لن تنتهي بهذه الطريقة وسيد عدنان درجال يعلم تماما بأن هذه المشكلة لن تنتهي بتلك الطريقة لدينا تصريحات بعد الاجتماع أجراها أحمد الحكيم فلن تابع اجتماع طول أكثر من ساعة ونص أو ساعتين طبيعة الاجتماع أن يوم من شاهد وأساء الأندية متواجدين خبتنا عدنان درجال بداية الاجتماع قال الأندية والدوي على محق شخصه شنو تفاصيل الاجتماع يعني بتاكي تعرف يعني أكثر من رسالة وصلت للاتحاد العراقي وللأندية لأن الشكاوى الكثيرة اللي موجودة على الأندية شكاوى التكات تكون يعني حصرية يعني أكثر من 300 شكاوى موجودة بالاتحاد العراسي والاتحاد دولي سقدم لكم حلول يعني اليوم هو تعرف اليوم هو يطرح مواضيع لكنه كل جان مختصة في هذا الجانب لجنة شؤون اللاعبين موجودة ولجنة تراخص موجودة طرحوا ما بجعبتهم وطرحوا ما موجود عدهم وشين هي الحلول اللي ممكن أنه نتعالج بها ممكن أن هناك استهناف رح يكون للأندي اللي للقضايا محسومة بينه وبين اللاعبين شلو التفاصيل اللي حتشتب مثلا حتشتب خصوص التراخص الملاعب الدعم الوزارة مواشابة معيك أمور شو كابتني عدنان حتش كلام جيد قال آني اليوم وزير شباب الرياضة آني مثلا دعمت الاتحاد زين باشر آني طلعت من الوزارة وإجا شخص لك وزير وما يحب الرياضة استفادوا مني بمعنى لا مو استفادوا مني قال آني لا لا مو هذا الشي حتى الأندية يعني أنتو الأندية عادي ديحتش دعم خلي نقول على سبيل مثال للاتحاد لازم كل واحد أدفت شي يعتمد عليه مو ظل يعتمد على الحكومة يعني مثلا الأندية أنت تعتمد على فلان وزير حتى الأندية نفسه مثلا إجا نادسيين تابع فلان وزارة وتمطي دعم مادي الأندية الموسد لربما أجي وزير جديد ما يحب كرة قدم زينهاي شلون تبقى بتاعت عمرته وتاعت رحمته حانية حلولة المالية شنو والله إحنا كنادي زاخو عدنا يعني مشاريع عدنا عدنا مشاريع عدنا شقق عدنا بناء فنادق تابع قل للنادي تابع النادي زاخو شوف جاي توصل صورة للناس أو للشعب أو للأندية للجماهير بأنه الدورة على المحاك الدورة ماكو هيتشي ترى تابعنا عدنا نجال لا لا هو يعني يقل للأندية بأنه يعني يدي خوفكم مثلا بس يقلك يعني أنت ما ري تانفت شكاوة تجي من اتحاد لأنها يحتمال تأثر على 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 مسيرة الاتحاد لكن ماحاك لا بالعكس الدور يماشي وماكو نادر رح ينحرم وكل الأندية رح تترخص جد مطلوبين أنتو احنا مبالغ يعني مو ثابتة بس هي أقل شي ستمية وأكثر شي مليار مليار ونص تابعنا هذه التصريحات الرؤساء مثل الأندية حائرين ونعرفون ما يسون بهم مو ما يعرفون هم يعرفون الواقع بس ما كو إيد مدت وحلت لهم هاي القصة ولا يمكن أن يكون هناك استثمار رياضي ما دامت القوانين الاستثمار بهذه الطريقة وحتى قانون الأندية بهذه الطريقة لا يمكن أن يحدث هذا الشيء ولا يمكن أن يتحول إلى دور محترفين وكل شخص ستحدث عن هذا الموضوع إما هو جاهل أو يحاول خداع الرأي العام لا يمكن أن يقام دور محترفين بهذا القانون وبهذه الطريقة طريقة الأندية وطريقة إدارة الأندية وتسمية الأندية وتسجيل الأندية حتى نبقى مع عدنان درجال أيضا استقبلا وابدل فيفا صار يوم جوي تحركوا بالبصرة زاروا البصرة افتروا بالملاعب شافوا ملعب الميناء كالمعتاد الرسائل التي تخرج والتصريحات التي تخرج هي تصريحات استمعنان الوفد فرحان وسعيد ويقول الحياة جميلة بالبصرة لكن إلى الآن لم نرى كيس خديج في البصرة ولم نرى حتى قامت بطولة دولية بتصفيات كيس العالم ما نراه هو تصريحات بصراحة يعني سواء في زمن عدنان درجال في زمن عبطان في هسه يجوز جوي العبو السعودية مرة سمحوه لهم متحد دول كالمعتاد تصريحات وهذه التصريحات تقول بأن كل شيء ممتاز بالبصرة لكن الواقع أن البصرة إلا أنه لم تنظم أي شيء وهذه مشكلة كبيرة تحت كيس الخليج طبعا أعلن بأنه يا بخليجي 26 يريد خلي يقدم عليها وثبت أنه خليجي 25 بالبصرة بالتالي قال بأنه خليجي 26 يأما كانوا من الأول ديسمبر 23 أو كانون الثاني يناير 24 وثبتوا خليجي 25 بالبصرة في كانون الأول 23 ونتمنى أن يكون هذا الموعد هو الموعد الحقيقي نتمنى أن يكون هذا الموعد هو الموعد النهائي لأنه الأمر خرج عن حده تماما وأعتقد من سنة 23 إذا العراق ما استطاع أن ينظم كيس الخليج فهو فيه ورطة كبيرة جدا الملاعب العراقية يوم غد قامت خمس مباريات الدورة العراقية المتلكة على مستوى التسويق والبث والمتلكة جدا جدا والمتأخر جدا على مستوى البث ستقام خمس ملاعب نعرض فيها مبارا راحة النقل والديوانية ستلعب للطلبة طبعا تصريح خاص من أحد مسؤولي في نادي الديوانية يقول بأنه باشر سيدخل الجمهور للملعب المهم الديوانية ستقبل الطلبة النفط مع الكرخ النفط سيعود يلعب في ملعب النفط الطو ترخيص لأن النفط صعد والطو ترخيص ما عرفوا شنو تغير بملعب النفط ننتظر باشر ونشوف ولا ماكو تفسير لترخيص ملعب النفط وعدم ترخيص ملعب آخر والسماح بترخيص ملعب التاجي في سنوات ملعب النفط غير مرخص قضية هاي يعني بيها بيها الكثير من الأمور ورزوال الجوية مع نفط ميسان الجوية اللي مر بمشاكل عدة الأمور يبدو مستقرة بعد عاصفة عاصفة الجمهور ضد المدرب أحمد خلص القوة الجوية غابة منها عنها أو سيغيب ضرغام اسماعيل اللاعب الدولي المدافع وصيبه في التدريبات لكن هذا الخبر لم يكن الغياب الوحيد طبعا عن المنتخب الوطني يبدو بأنه عدة غيابات ستطال المنتخب الوطني لماذا هذه الغيابات والأسباب لهذه الغيابات طبعا هي مرهونة بالسيد أدفوكات عموما يعني جستن همان طارق فرانس بشار وكما ذكرت يعني ضرغام مسماعيل ربما لن يلتحق ربما نتمنى أني يقوم بالسلامة والفحوصات طبيعية طبعا أضيف للمرة الأولى محمد علي عبود عبد الرزاق قاسم لعب الشرطة هذه يعني تسريبات داما ما تخرج قبيل أي شيء هيئون الشارع الرياضي لكل هذه المواضيع سيتحدث عن هذا الموضوع مع ضيفي هنا بالستوديو دول السابق المدرب والمحلل الأخ بسام رؤوف مرحبا كابتن مساءل خير عليك أستاذ طه ومشاهدين الكرام قناة رابعة الله يخليك حسام سيف الدين الإعلام الصحفي عبر سكايب من لندن ورحب بك حسام مرحبا كابتن بسام مرحبا كابتن بسام لاحقا سينضم معنا الكابتن باسل باسل قورغيس باتصال هاتفي وأرحب به عبر الهاتف أهل مرحبا كابتن باسل شاء الخير عليك شاطاها تحياتي لك تحياتي لكل المشاهدين أهل مرحبا بيك كابتن باسل سيبدأ معك يعني ما يخرج من موضوع اللاعبين شخصيا أفسرها بأنها تسريبات متعمدة لتهيئة الأجواء واللاعبين والجمهور للقرارات المتخدة وإلا لم يصدر من دارة المنتخب لم يصدر من انتحاد الكرة مثلا يعني بيانات رسمية حول بعض اللاعبين صدرت حول بعض اللاعبين واللاعبون الآخرون كانت عبارة عن تسريبات لوسائل الإعلام الهدف منها تهيئة الرأي العام هذا الكلام دقيق أم لا بصراحة سلطها بصراحة أنه هو التوقع هو التوقع مو تسريبات أو أي شيء هو التوقع أنه الشخص يتوقع أنه هاي التشكيلة تكون أو هذا اللاعب يكون خارج تشكيلة المنتخب وبنفس الوقت احنا من نرسل القائمة النهائية فاللاعبين كلهم نرسلونهم التذاكر ما نهوم أو كلمة كلمة أنه المدرب ما اختارك في هذه المباراة فاليكب بالمباراة القادمة فهي هاي تطلع يعني هاي تطلع ممكن اللاعب نفسه يسره هاتقصد أكيد أكيد يعني هو اللاعب يكتر يعني أنه مثلا اللاعب هو ما دعاء المجرد يعني فيها هذا الشيء أنه صديقة يسئلة أحد من العلامين يسئلة فتصير هذا هذا الشيء صير ولهذا تشوف تشوف تشرباتكم طيب عدم إقامة المباريات أو الإعداد المعتاد عدنا نحن بالعراق لازم أي مباراة منتخفت عشر تيام قبل مباراة عدم إقامة أي معسكر تدريبي بسبب ارتباط اللاعبين مع الأندية أم هناك أسباب أخرى مئة بالمئة ساطاها يعني تعرف نحن عدنا لاعبين لاعبين خارج العراق نعم كلهم محترفين وهذا صعب جدا أنه نجمعهم قبل فيفا داي والإباطة اللاعبين داخل العراق هم متواجدين أيضا أنه هم مع الأندية والدوري ماشي محروم هذا أنه كان عدنا آخر من المنتخب العماني في 30 من هذا الشهر مباراة ودية وفي قطر لكن اعتذرنا اعتذرنا على هذه المباراة يعني المدرب قال إذا أنا ما تريد مع اللاعبين كلها فالسنود ورشد أنه نلعب وياه في هذا اليوم مع أماني فاعتذرنا مع منتخب العمان طيب أسألك عن همام الإبعاد كان تأديبي كان فني هسأ أخذو شهة نظرك أو معلومتك أكيد 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 أنه همام نحن نعرف أنه همام من اللاعبين الجيدين في المنتخب الوطني وقدم كثير المنتخب الوطني أبعاد هو لأنه هو ما شارك بأي مباراة في الدولة طرح هي هاي كان السبب الرئيسي أنه أنه ما كان عنده أي نادي ولهذا أنه أبعاد إجاء المدرس أي بس هو يعني انتقل أي يعني انتقل لحد أنه ملاعب صحيح بس هذا الإبعاد إجاء يعني قبل يومين لحد الآن هو أنه ما منتخف يعني ما ملاعب ولا مباراة مع الفريق في ليبيا زين وبقية يعني أسألك عن محمد علي عبد عبد الرزاق قاسم يعني هل محمد 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 هو صار كلام عنه موجود موجود محمد أساس طاه نحن كنا نعرف أنه محمد علي عبد بكل دعوة منتخب هو موجود ولكن الإشكال إداري كان هو العار صراح و هس موجود يا قصدي ما كوش كال إداري لو ممكن أبدا أبدا صلح الإشكال الإداري والحمد الله هو موجود طيب هذا ممتاز سؤال الأخير مو على التشكيل والله على مهند ملح عاقي يسجل بكل جهز نبدل أنه نتجل للاعب مهند ففي الاتحاد السويدي والفيسا أن يرسلون كل الأوراق و أيضا أضاف ريبين نعم ريبين يلعب بالدوري التالبي وإن شاء الله يكون مطلق مع بالتوفيق كابتن شكرا إليك كان مع كابتن باسل قورقيس المدير الإدارة المنتخب الوطني ورحبك مرة ثانية كابتن بسام بعاد بعض كان مفاجئ البعض الآخر كلام الناس قاسن البعض الآخر يعتقد بين هذه القرارات كانت في محلها يحتاج المنتخب إلى ثورة من التصحيح والتغيير أدفوكات هل وجد الطريق أم لا زال ظال في إيجاد طريق مع المنتخب الوطني ومعرفة اللاعبين طبعا أكرت تحياتي إليك أستاذ طاه أستاذ حسام كابتن باسل قورقيس والجميع المشاهدين الكرام مع السؤال أعتقد بمحله والكثيرين السيد أراد يفكرون بأنه هل المدرب فعلا حاليا هو بالوجهة الصحيحة جا يمشي صحيح لو حاليا هو أيضا يعني متذبذب في قراراته حال حال تذبذب مستوى أداء المنتخب العراقي في مبارياته الأخيرة أنا أعتقد بأنه المدرب لحد الآن ما عنده ثقة كاملة بلاعبين وجا يحاول بأنه يحصل على نوعية خاصة من اللاعبين اللي يقدرون يطمئنون الشعب العراقي ويطمئنون أيضا كمدرب محترف وريدي يحافظ على اسمه ونتائجه في المرحلة القادمة المرحلة القادمة مرحلة مفصلية وخارط طريق يجب أن تكون واضحة والدعوات لحد الآن وبعد ما ما تبقى شيء يعني حقيقة المبارات لحد الآن أيضا ما أعلن عنها بالشكل الرسمي دعوات اللاعبين هناك اللاعبين ما زال الدعوة الأخيرة لمحمد علي عبود وعبد الرزاق قاسم اللاعبين ممتازين في الدول العراقي لكن عندما نتحدث عن مشاركة حقيقية ومبارات أنا أعتبرها من أهم المباريات حال حال المبارات اللي سبقتها إذا ما تعذر المنتخب العراقي لا سمح الله ما أعتقد راح تكون هنا لك صحوث يعني قادمة يعني إذا خسرنا مع لبنان فطع مع تقدير المنتخب العراقي الذي قدمه في فترات لمحات ممتازة مع كورية جنوبية مع سمع ذلك تريم تصفيات كيس العالم لا يمكن لا يمكن المنتخب العراقي أن يتعثر أمام لبنان صعبة يعني كلامك صحيح ومحلة أنا طبعا هي عدة نقاط أستاذ طه إذا نتكلم عنها وإحنا يجينا على السدعات الأخيرة للاعبين هل كانت في محلة أو لا لاعبين شباب وعبد الرزاق هو لاعب مركزنا يعني قاسم لاعب مركز أنا جبته من عمر 13 سنة وعطينا بمدة 4 سنوات ورحنا للأندية لاعبين ما عندهم تجربة سابقة على مستوى المنتخبات الوطنية يعني منتخب الوطني للمتقدمين وحاليا هو وجودهم هو لدعم ومسانته أنت أنت ممكن أنت كمدرب تفكر هل هذا رح يشكل فارق كبير على مستوى أداء الفريق ونتيجة الفريق هنا أنا من الصعوب أنت تحكم كمدرب لأنه أنت ما مطي فرصة سابقة وراح يكون في في عامل التجربة هسه مع المنتخبات مثل لبنان وهذا صحيح لا هذا مو صحيح التجربة هسه مو صحيح أنا أقول لك مو صحيح ما قلت لك احترام من كل أسمائل اللي راح تكون يعني متواجدة لكن هي مو محطة التجارب السحاليا اللاعب يجب أن يكون تهيئة قبل فترة طويلة حالة حالة لاعب 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 منتخب بسكوليا ألمانيا موسيلا بايرن لاعب البايرن عمر أسباطع السنة وجاء يلعب حاليا موسيلا 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 حتى في بطولة أوروبا ينزل آخر 10 دقائق في سبيل هيئة للمرحلة اللي تليها لذلك أنا أعتقد عامل الاحتكاك هو طبعا ما كان هناك تخطيط لوجودها هكذا نوعية من اللاعبين على على يعني فرضية بأننا وحن منتخب العراق يحقق شيء في مباراة أمام إيران ويكون احتماد على نفس نوعية اللاعبين في المرحلة القادمة حسام ما فعله أدبوكات الآن من تغييرات ويعني احنا قلنا أنه اعترضنا أنه هذا موقت التجارب لكن بعد أي صدمة عليك أن تتوقع ما هو غير متوقع بعد صدمة مباراة إيران على مستوى الأداء على مستوى السكور كان علينا أن نتوقع الأكثر من أدبوكات نعم يعني على المستوى أكيد بس أكيد هذا ليس مرحلة تجريب هو يعني يعرف الكابتن يعني يكون مرحلة إحلال وتبديل لازم بالتدريج يعني تسحب لاعب وتخلي مكانه لاعب أكيد ما لحصل تغييرات كبيرة بالتصفيات يعني هذا ممكن شهر يعني كل شهر مباراتين خلال هالفترة ممكن يصير تغييرات حسب ما هو يشوف المدرب طبعا اللاعب اللي كان داي قز الكابتن بساهم هو جمال موسيال 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 أحسن بما أنني أشجع ألمانيا وبارميونخ المعلومات عليهم قوية يعني عايش من قلت أشجع ألمانيا فخائن مفرور نبلغ عليك اي وبالنسبة الكلام بس عندي تعقيم على كلام باصل كورغيس الكابتن يقول تم بعاد همام لعدم مشاركته خلال هذه المباراة الدوري إذا إذن 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 على عدن ما المفروض يستدعى لأن أصلا ما عندنا كلام منطقي صحيح مو يعني ما عندنا هذه أصلا بالمرض يعني ملاعب يعني همام مثلا وقع وراح مهند بس هو إذا تقييم إذا كان هذا التقييم يعني إذا كان هذا السبب بين همام مشاهدة أدفوكات خلال شوف بصراحة حسام أقول لك شي حسام أنا من أستضيف باصل قوريز كابتن باصل بصراحة ما تخلي أمور فنية لأنني مو شغلة هذا وإذا دخلت أمور فنية وجاوبني فنيا فهي كارثة ما تخلي أمور فنية بس أنا سألت بشكل عام هسا اليوم يقول لك همام أو علي عدنان ممكن لأن إصابة ضرغام ممكن ما ألاحق بديل ونزلوا لإيران ولعب بس هو اللعبة ملعب صف ملعب هو لعب ويكوريا هو اللعبة مصاب لعبوا لعبة إيران لعبوا لعبة إيران صح لعبوا لعبة إيران هو سنة ملعب لأنه نصاب بلعبة كوريا فمنزل القصة يعني بهذا التقييم فنستبعد اللاعبين أصلا معذهم هو أصلا المفروض المعذهم ناجي بس قلت لك هو صاحب الضرغام يعني التغييرات لازم زين أنت شنو تحليلك لإستبعاد همام مثلا هو فني يعني همام أخطاء كانت كارثية بمباراة بمباراة إيران وما يريدون يعترفون فني كارثين بسام خوب حسين حسين مو حسين لو علي حسين علي حسين علي حسين علي حسين تصدره بيان فضحه بالضبط أنا ممكن تكلمت ولو معذرة على سيد حسام لا أتكلمت سابقا حتى عملية يعني إبعاد على الحسين حسين علي أفوان عن المنتخب كانت عملية خاطئة أنا باعتقادي الشخصي كان ممكن مشكلة بسيطة ويتم تلافيها وإعطاء اللاعب باعتباره من اللاعبين الأساسيين بالتشكيل إعطاءه فرصة من خلال أثناء المباريات وبالتالي الانطباع النهائي يكون هو للمدرب أنا ما محتاج بأنه اللاعب أبقي شهر أنا مدعرف مستوى أهل هذا يعني يفيدني لو ما يفيدني ما يفيدني أقول يا با هذا اللاعب من أسبوع الأول أقول بأن هذا اللاعب ما يخدم تطلعات يعني في طريقة اللعب بأسلوب اللعب في وهاي تصير طبيعي وطبيعي جدا طبيعي في العالم كلته أما أقول بأنه لاعب اشترك لاعب ما جاي العب ويالنادي مالته لاعب غير جاهز يعني هناك يا عذار أنا أعتقد المدرب ما يحتاج أن يعطي مبررات في سبيل إخراج أو وابعاد بعض اللاعبين يعني لا بس بالعالم كل الإعلام الناس تسأل المدرب ليش هذا جبته لا هو ممكن المدرب تسأله أنت بس مو شرط يجاوبك بس مو شرط يجاوبك بطريقة أخرى يقدر هو بطريقة أخرى يكون يعني هذا بس مورينو يسوي يعني يمكن يسئل لقك تتعصير بمكاني لا أو بطريقة أخرى يقول بأنه ما يخدم أسلوب لعبي ما تطور شكل الفريق عندما أنا خلت هذا اللاعب في هذا المكان لواء الموقع هس الهدف حسام الهدف من من الإبعاد خلي نجي على جستن مثلا جستن نجي من أمريكا ما عرفش كم ساعة مباراة كوريا لعب أخير أنا صار عدي زايم لعب أخير شي آخر شي لعبة كوريا آخر ربع ساعة وبعدين لعب لعبة إيران بديل بين صاب بشار ونزل بديل تمام هسا جستن قدم ما يشفع لأن يبقى مع المنتخب والسؤال الوجه الآخر هل ما قدمه في هذه الدقاء كاف أن الحكم عليه بالنسبة للأدبوكات لا هو أكيد صعب يعني هو بالمباراة الأولى اشترك دقائق 80 أو 79 أعتقد تبديل أن كانت سوى هو مهند اشتركه مباراة المباراة الثانية نزل بديل بشار بالشوط الأول وحاليا هو مستمر مع نادية يعني دالع مباراة كاملة زيان مدى تعمل قد يشترك يعني إذا كان متابعة محنا شوفوا إحنا مدى نعرف أسلوب المتابعة شوان ديصير يعني هو دي تابع ناعبين طب عنده مساعدين واحد بيتروفج السربي والثاني بولتل للهولنديان هم دي تابعون زيان هم هذول الاثنين إذا هو ما يقدر هم يجون للعراق مثلا أيضا يتابعون المحلين قد تكون وجهة نظرهم على اللاعب تختلف عن وجهة نظر الكابتن رحيم حميد ما احترام يعني ممكن رحيم هم يشوفون في هذا اللاعب ما لا يراه مثلا والعكس صحيح الكابتن رحيم حميد يعني باللاعب المحلي إذا المدرب هو ما يجي ومن البداية قال أنا ما زيان نقطة مهمة حسام طريقة الكابتن بسام اسلوب المتابعة حسام قيل لك أنا أوكي بس ما شون جاي يتابعون حتى يقيمون جستن جاي لعب أساسي في نادي أسو ما قدم مع المنتخب يعني ما تتوقع من أحد الأفضل هو أحنا شون سلس أستاذ طاه التقييم أنا أعتقد بأنه أنت تجعل مباراة وتحل المباراة نشوف بأنه اشترك أخير 12 دقيقة 13 دقيقة جستن أمام منتخب كوريا اللي كان يطمح بالفوز على المنتخب العراقي وحياسة الكرة كانت كلها بيد المنتخب الكوريا الجنوبي وأخطر المنتخب العراقي في أكثر من حاله إذن أنت في سبيل لعبت لاعب مهاجم في كرة في مباراة ما عندك الكرة مباراة ما عندك الكرة إذن ما يظهر مستحيل يظهر هو مو مرادونا ولا ميسي جستميران هاي واحدة المباراة الثانية أنت أيضا كنت بأسوأ حالاتك الفنية أسوأ حالاتك الفنية والتنظيمية من ناحية الدفاعية والهجومية أمام منتخب الإيراني وأيضا اشركت جنس جستن في سبيل يصنع فارق وأيضا الحيازة ما كانت عندك إذن مباراة ليش ركت بجستن كانت مباراة صعبة جدا للمتخب العراق اليوم جايب لاعب محترف في الدور الأمريكي إذا في هاي المباراة ما يساعدني خب أنا الكرة مو عندي بس غير ينزل يساعدني ينزل يستحوذ ينزل يكون محطة عندما أنت تستلم الكرة والسلم صح إحنا ما قدرنا تمريرتين ثلاثة بين اللاعبين ما قدرنا لعبة إيران لعبة إيران كرة نحسن كنا شوي وضعنا أفضل على قولتك لعب باص وحنا تكلمنا أيضا تكلمنا سابقا بأنه المنتخب العراقي عندما ما يندفع كثيرا في الناحية الهجومية رح يكون عنده تقنين بالجهود وهذا الجهود رح يساعد النهات المباراة بأنهم ما يعطي فرص حقيقية لفريق المنافس هذا ستوب لعبنا مرات نعب بخمس مدافعين وأربعة بالوساط واحد للأمام كمحطة واحدة وبعدها شوية شوية نفتح على المباراة خاصة مع المنتخب الإيراني والمنتخب الكولي الجنوبي حاليا وضع الفريق يتغير ستوب الفريق يتغير لأنت تحت الضغط ويجب أن تفوز على المنتخب اللبناني وتفوز على المنتخب أيضا الإماراتي وبالتالي هناك صعوبة كبيرة أنت لحد هذه اللحظة السكور عندك صفر ما عندك ولا هدف ما عندك أي شيء ما عندك تزديده على المنتخب ما عندنا يا هدف تزديده ما ما شويتين على القول إذن إحنا إذن إحنا هسا نريد نريد نشوت على القول نريد نشوت على القول نحاول نحاول نوصل بالجزاء نحاول بأنه نقنع نفسنا بأنه عندنا طريقة لعب صحيحة ومهاجمين يسددون يسجلون أهداف أحمد الغراوي قال لدينا هدف تسلل صدق لدينا هدف مهند تسلل حسام العقم الهجومي للمنتخب الوطني على مستوى التغييرات يعني هسا بشار النادي قال يا أبا ما مستعيد غير جاهز هسا ممكن ممكن اللاعب غير جاهز مية بالمية وجوز يكون عب وجوز ينصاب بس قصدي أنه الاستبعاد فقط من ناحية الهجومي ممكن جستن بعض الشيء همام يعني الحلول الهجومية مفقودة أو الإضافات الهجومية حتى مفقودة يعني ممكن عبد الرزاق يكون إضافة هجومية مخليها بباله أدفوكات مثلا عنصر مفاجئ محمد علي عبود يعني ممكن كلاعب يلعب باص بيني وين عنصر المفاجئة عن مستوى الهجومي هسا عنا نريد أن نقول على لبنان هو شوف جستن إذا تلاحظ مركزه هو خلف المهاجم يعني حتى منزل بدأ البشر وعليسار على الخط هو حركته يعني حركته وجسمه ومو سريع هذا اللاعب اللي اللي تنتظر منه يمشي على الخط وصول الكروس للجزاء مو هذا يعني هو خلف المهاجم جستن ينطق ينطق كرات مثل كرات بينية المهاجمين أنت هذا تحتاج اللاعب إحنا منتخبنا من زمان ليش ليصر عبنا عقوم هجومي لأنه ما عندنا صانع على عهد ما عندك لاعب يمرر الكرة ليكداون ما كودش إحنا لاعبنا من النصب الثاني يرجع لي وراء هذا عدنا مشكلة وطبعا هذا مشكلة موجودة بالدوري والدوري شنو هو المنتخب والعكاس لما يجري بالدوري نعم تشوف مباراة الدوري أغلبة أنت تعادل صفر صفر ما عندنا هذا التهديد التزديد من خارج الجزاء حسا قبل مباراة إيران أنا كنت أشاهد قبل ما تنطلق تدريبات الفريق كان هناك ديمررهم على التزديدات من خارج الجزاء المدرد موجودة ذات الذكرة إذا شفت المباراة كنت فاتح قبل ما يدخلون كان ديمررهم على التزديد ولا تزديده سووا زيان هل هو الخلل بعدم تطبيق الواجبات يعني تحس مباراة إيران ولا لا أطبق الواجبات اللي بحيث أخر شي قعد يعني آخر عشر تقال قعد ما مش يريد يسوي فهل عندنا خلل نحن خلل يعني هل هو مثلا ريتا حيدور السرعة طبعا هي صدرت لا موان بديت حسان بديت كلامي بأنه يعني المفردة اللي راح أستخدمها هي ليس تقليل من من أدبوكات أولا رجل الأكبر من أبي العمر أقصد المدرب الضائع المدرب يبدو ضائع ما بين إيجاد أسلوب جديد حتى ما يقولون أنت كوبي الكتنج كتنج اللي يلعب بثلاث محاور واثنين مساكين حتى ما يصير كوبي رادي يلعب بأربع مدافعين فحتى ليس تقليل كتنج يلقى أسلوب ضائع ما بين الأسلوب ما بين اللاعبين اللي يطبقون الأسلوب لا ما هو الأربع المدافعين من طبقها قدام كوريا وشافها نجحات يعني ما تصور هذا حتى في شركة يا سيدي هسا قد ويانا لاعب دولي ومدرب كابتن بسام أنت تلعب تلعبت كوريا أربع مدافعين لعبت تسع مدافعين هي لعبت تسع مدافعين ومو أربع مدافعين ومو أفرد كل راجع يعني لاعب الشرطة محمد لاعب خط الوسط لاعب منتخبنا المطعم محمد قاسم قاسم لا مو محمد محمد أو أكوبر محمد لا هو لا الإسراوي لاعب الشمال محمد قاسم محمد قاسم صدقني لعب لعب ما كان شيركو في هذه المباراة إذا أنت شاهدت المباراة رجع 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 للخلف واجبات الدفاعية هو طبعا واجبات الهجومية أفضل من واجبات الدفاعية مهارة عالية سرعة عالية قربة على المرمى تسديداته نقلها للكرة بالعمق ممتاز جدا أنت بعدت عن عن كل هاي وطيته واجبات أو ظرف المباراة تحتم عليه بأنه واجبات دفاعية رجع هو كظاهير بأكثر من حاله لذلك إحنا ابتعاد اللاعبين المهاريين واللاعبين اللي صنعون الفارق واللاعبين الصانعين الأهداف أو اللي سجلون الأهداف عن منطقة الخطورة لا لا بس الضيف على عباس على عباس غياب طبعا مؤثرين مهند مين مو نفسه مهند مو نفسه نبراح لليونان قاموا نزاخر خمس دقائق خامس دقائق أنت هاي عدم دراسة هؤلاء اللاعبين أنا ممكن سابقة تكلمنا أنت ما عندهم خلفية عن اللعب في هذه الدول الأوروبية وكان المفروض ما استفاد من البرتغال لا ما استفاد شيء ما استفاد شيء وأنا أكو مرات إن إنسان عنده تحدي مرات هذا التحدي جوز أكبر من عنده ما حد ما جاي يقول لي أنت حجمك وين أنت بالضبط أنت حجمك وين قدراتك وين وإحنا تكلمناها سابقا وأكثر مرة مهند ميمي حجمه على المستوى الأسوي لا يتعدى هذا المستوى أنا أتحدث بأني صاحب تجربة يعني لو باقي بقطر أحسن الله إحنا لا نخرج عن نطاق توسعة قدراتنا ونتصور بأنه إحنا عندنا قدرات أعلى من الآخرين أنت في آسيا سحاديا وينك في آسيا؟ هو بهنان أتظهر بآسيا أول مرة وينك على مستوى أندي في دور الأبطال آسيا أنت ما موجود لذلك إحنا أكونقات أساسية إحنا نسمى مباراتنا مهمة أمام منتخب لبنان إحنا شون رح تدير المبارات إنت كأدوكات في هذه المبارات منتخب لبنان خسر أمام كوريا بصعوبة بصعوبة بالغة عنده لاعبين واحد بالدوري اليوناني وعنده لاعب آخر يعني 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 بالدوري الألماني يا سيدي منتخب تأهل بالتصفيات حالة حالك محالة حالك لذلك المنتخب اللبناني هو طبعا أكيد يحطر من المنتخب العراقي وأيضا جاي يريد يريد يحقق شيء في مبارات خصوصا خصوصا الدربيات العربية ما بيناتنا خوف يعني يعني اللبناني ما يبوع المنتخب العراقي بينهم بوعبوع تمام فرح يلعب ويا تف ند منافس هاي فرصة هنا المشكلة بهذه المجموعة الفرصة تقريبا عراق إمارات لبنان سوريا الفرص متساوية حسام نعم هذه المبارات معهم ما متوقعة كلها نعتبرها دربيات يعني عربية دربيات خليجية يعني إحنا وسوريا إحنا ولبنان لبنان وسوريا سوريا يعني هذا ما لا تهرف نتيجتها يعني مو مثل إحنا صح يمكن تخلصنا يعني على الورق تخلصنا من أقوى فريقين بالبداية وهي طبعا خلصنا بنقطة بالنضبط يعني لأن نحن مخدمتنا قرعة نحن مخدمتنا لخليتنا نواجه هذه الفريقين بالبداية بس يعني هذا الفرق من مدامة تأهلت هي كلها هذا هدف صح ننظر لها فرق أقل مستوى بس ما نعرف كلنا خليك منها قعيد هذا غرور العراقي لازم خلص يعني من سوريا يعني سنتقر منتخب العراق عناصر ومجموعة مع سوريا سوريا قد استاذ حسام سوريا قدمت أمام منتخب إيران أفضل ما قدمنا احنا بهواية أمام منتخب إيران والإمارات عادل وياه المشكلة أنت فريقك ماذا يقدم مستوى على مدامة نخلي هالفرق هي ضعيفة أمام نحن ماذا نقدم يعني مستوى مثلهم إذا مواسفة دي صير يعني حتى نحوائي خيارات حتى أنا جاءت بويا بالنسبة الخيارات المنتخب الراديث يمكن يعرف كابتن بالثمانينات سوين أربع منتخبات A, B, C, D واثق ناجي وعمو بابا وانور جسام وكرم سلمان كل واحد لسا منتخب وصارت دورة بيناتهم يعني حتى المنتخب بالدوري قبل كان منتخب يكمل الدوري أذكر يمكن جمعة وسبت يتدرب المنتخب هو كانت أمور ويتأهدنا الكيس العالم مرة وحدة نعم نعم نحن خدمنا سعطاء خدمنا ظرف نظام البطول حينذاك بشكل كبير من المال 6 و 8 نحن نعرف هما كان هيتشي لكن نحن نتخل نتخل نتكلم سأستاذ طه بطريقة أخرى احترافية أكثر نحن هسا كلاعبين المنتخب العراقي اللي راح تتم دعوتهم للمشاركة في المباريات المبارات يعني القادمتين مستوى أداءهم في الدوري العراقي لعب المنتخب في تراجع لا يوجد تقدم نحن لذلك القياسات بهذه الطريقة تصير يعني أنا أريد أريد لاعب من اللاعبين يقدم لي شيء يعني ممكن ممكن علي فائز شوية بالكويت لا السبب الكويت علي شوية توفق الحمد لله سجل هدف معرف يعني توفق بس أنا جاي أقول السعالة دورينا هنا داخليا هنا دورينا العراقي أنا شاهدت لاعبين كثيرين ثاني شيء نحن نتكلم على بعض المراكز اللي تم تجربتها يعني أنا اللاعب شيركو شيركو كريم لاعب جيد لكن مو مركزه ما ممكن أنا جاي أفكر بهذه الطريقة يا سيد وانتم المدربين وراء لعبة كوريا شيركو بس أغنية ما سويت على أداء و اللاعب المهاجم والله ما اتكلمت أنا أشهد الله ما اتكلمت عن شيركو نهائيا لأنني أعرف هاي بس مجرد موجه وكان يقدر مدرب عراقي يخلي شيركو في الموقز لا ما يقدر ما يقدر لذلك لماذا ما يقدر ما يقدر لأنه ما يتحمل ضغط الجمهور لا يقدر يتحمل ضغط الجمهور لو الأن ما يصير لا لا الحالتين ما يصير حتى فني أنا يستكون مدرب أنا ما ممكن نستدور العراقي كل تمابي ولا واحد ظهير يستحق بأنه يلعب كظاهير يمين ما ممكن حتى لاعبين محترفين خارج العراق ذلك شركه هو حياته كل أقل أما كجناح للأمام مهاجم أو مهاجم صريح ذلك تجيب بيتك لعبة وستفكر بي مرة أخرى أعتقد راح تصير مشكلة كبيرة إذا ما فكرنا بهذه الطريقة طريقة تفكير أدفوكات خاطئة وغير صحيحة أبداً مو صحيحة أنا أتكلم لك يا بالتجرد ما عندي شيء يعني بغض النظر أدفوكات أدفوكات طريقة طريقة حسام حسام تفضل حسام بالنسبة للشركة الظهر لحد الآن مقتنع لأن حسب القامة التي تدري نعرف القامة تصور بعد حسب ما خبرني به قبل فترة الكابتر الرحيم تصور بعد انتهاء الدور الثالث من الدوري لكن اليوم المواقع نزلت القامة الـ 24 لعب المختصر وكأنها متوقعة يعني حتى بهذه الأهم لا لا أنا بس دقيقة حسام أنا توقعت راح أتجاوب كافت من بسام يقول كافت من بسام يقول أدفوكات أخطأ وما ما قرأ الفريق العراقي بشكل بشكل جيد أدفوكات بصراحة اهتزت صورته؟ مو مهتزت وإنما يعني يعني ممكن نقوله بورطة على ما يعني اتفاجئ بمستوى اللاعبين ممكن مكان ما ممكن ما ممكن أنه نبرر هيتش الأدفوكات رجل عمر سبعين سنة هولندي شايف الكرة القدم من قاعدته إلى رئيسه يتورط جيل المنتخب العراقي لازم قارر القصة اعتمد شاهد الفيديوهات شاهد أكيد يعني حتى مسألة شيركو مثلا يعني لما ما قوله ما عدنا ظهير أيمن وطبعا هذا الحال إذا تذكرون صارت مع ستكة خلى مهدي كريم ظهير أيسر ايه صح ولا ذاكرتك زينا حسام صح مع العلم مهدي كريم مع العلم مهدي كريم بدأ مهاجم رأس حربه مع فريق النفط بالنفط ايه بعدها فريق وهي الطلب رجع ظهير أيسر بس هو بس هو لأن مليقوا أنا جئت مليقية دفاعي من المقتنع بي تعال شيركو لعب دفاعي مننا خلينا بالحاضر شيركو لعب لعب دفاعي مننا هو صحاليا حسب القائمة فقط شيركو وعلى أمهو حسب ما شفناه اللي صحيح إذن هو مقتنع بعد عندك القائمة لا والله زين منتخب عراقب خير يابعنا نريد عدم رد ماك تسري 24 لاعب هالقرأنا مواقع هاي ليتشي اللي أعتقد بالنموة التحاد يسروبها 24 لاعب يعني 24 لاعب ظهرت حتى جلوان حمد ما موجود يعني ما عرفاني ما موجود فهو اللاعب نستمر هو أساس ديش مرة قاله مكان جاهز أنا بس بس أريد أسأل كافتين بسام محمد علي عبود الجمهور طالبي محمد علي عبود عنده لمسات أوكي جيدة محمد هل هو الكواليتي اللي يحتاج المنتخب عندك محمد قاسم عنده هاي اللمسات واسم ما شو محمد قاسم مستفدي من عنده مستثمرين أنا أقسنت أنا أقول لك المدربين ما استثمروا بصورة صحية هو عنده ثقة كبيرة وعنده مميزات عالية محمد قاسم وخاصة أيضا عندما يكون خلف المدافعين أو بعض الأحيان يعني بالجهة المناسبة ثق بأنه أفضل اللاعب السحاليا على مستوى المهارة بالثلثة الأخير بالتصرف بالكور هو محمد قاسم بس المشكلة المشكلة إحنا ما عدنا حيازة للكورة هاي واحد استرداد الكورة إحنا ضعيفين باسترداد الكورة عملي استرداد الكورة نأخذ وقت طويل يعني الفرق تستطيع بأنه تدور كورة وإحنا ما زلنا الآن عند الكورة غير أكو لاعب أسلم منه لاعبين خاتلين اللاعبين اللاعبين يتحركون بدون كرة عدة قليلين زين استرداد طه لذلك لما نجيب محمد علي عبود السحر أو رزاق هؤلاء نوعية اللاعبين طريقة تفكيرهم نفس طريقة لاعبين خط الوسط كأمير العماري أو سطاء بس بس هناك فرق اليوم مع ترامي لللبناني مع ترامي فرق بين كوريا وإيران ولبنان هناك فرق فمن الممكن أن نشوف قيمة دول اللاعبين مع لبنان على الأقل بالنزيل حصلت تث نقاطين أنا سأريد أنا شون أقدر بأنه ألعب بساحة الفريق المنافس وشون أعرف الصرف لعبنا بالبحرين مو لعبنا بنيبال ومعرف بالضبط لا مو نيبال نسيتم تايوان تايوان استعواذ ما عرفنا نقول ومعرفنا شون نصرف أنا سأدفوكات أنا لمسة لأدفوكات الثاني هو أحد بدري بس أقول هذا الخبير الكبير الاسمي الكبير الرائع كل هذه العناوين هاي أنا رجل في الشيء يقدم لي أنت مرايد روحك تشعي أدفوكات لا لأني أنا مو آير أتخاذ أدفوكات يا كابت يبقى الطريقة هاي أنا سأطالب أطالب أدفوكات يعني حالي حالي أستاذ حسامو حالي حالي كمواطن عراقي سموه ألا محلل أريد لمسة لأدفوكات في المباريات القادمة من حقي أطالب أقول يعني شون وجود المدرب أنا به المستوى هذا تعاقدنا ويمدرب عالي المستوى ريد من عنده شيء أما المباراة تخرج لي على هذا المثال صفر صفر إذن أنا أتمنى من أدفوكات يأخذ حقيبته ويروح البيت يقعد حسلة المباراة إذا تعادنا ويا لبنان يروح يبقى الطريقة أحسلة كابتين تلاعي كرة قدم ممكن نخسر مع لبنان إذن شون الفائدة بالتخال لمدرب عالمي أنا أجب مدرب للأخوان المحليين المحترمين وأقول التخصير مدرب المنتخب العراق ووكرت القدم فوز وخسارة زين ممكن أدفوكات حسام قبل أن نختم يعني شو يريد للاحق ما تبقى على ماشستر ممكن أدفوكات عدة تجارب بأنه يعني استقال من بعض الفرق بعد بعض المنتخبات بعد خسارات ممكن أدفوكات البعيد عن العراق البعيد عن المجتمع العراقي إذا لا سامح الله تعثر في إحدى مباراتي الشهر القادم لبنان أو الأمارة من الممكن أن ينسحب يعني عدة اعتبارات وتاريخها أيضا هو شوف يعني طبعا التعادل ما لا حيكون مقبول مع اعترام المنتخب البلان إذا مثلا أول مباراة طلعنا بنقضة قلنا بعد النظر ما مباراة يعني ما معقول مثلا نتعثر ونقول بعد النظر ونتعثر ولا بعد النظر يعني ما يصر نريد مثل ما ذكر الكب نريد لمسة أنا جاي مدرب عالمي إذا ما سوى للمسة إذا أدفوكات طلع صرحان حالة ديوانية وغيرني غيرني الفريق وغيرني الفريق يعني يعني هسنا تحق خل نخسر بس لو مثلا نخسر بأداء نخسر مثلا منتأهل والله يا حسام إحنا نطلب أكثر من يا أخي هاي النوعية مع اللاعبين برشلونة هذا برشلونة نفسه شنو المشكلة نوعية اللاعبين راحوا راحوا ذول النجوم قالي النوعية أستاذ طاه كل المدربين اللي اشتغلوا ويوم مستويات يعني نقول جيدة حتى المدربين العراقيين يعني أنا أنا متأكد بأن هناك الكثير مدربين العراقيين عندهم فكر عالي لكن الفرصة ما جاءتهم عملوا ويوم مستويات احترافية عالية المستوى وبالتالي احنا طريقة تفكير نهس في الحد الآن محترافية حقيقة طيب المدرب المحترف يجب أن يخلق من الله شيء شيء يجب أن يخلق من الله شيء شيء في ذلك أنت تطلب من الأدبوكات أنا أغالق أن يحقق شيء جيد حسام يجب أن أخيرا يجب أن نرى شيء مختلف مع لبنان أكيد طبعا يعني بطريقة البعض بتوظيف اللاعبين يعني أنت مدرب بعد ما عنده حاجة قال فترة الاعداد قصيرة لدخ المباراة ينسى المفروض عنده صارت رؤية كاملة جيد على اللاعبين على الأدوات اللي تحت إيدي يعني هل هو طريقة يرجع طريقتها 4-3-3 اللي هو معروف بها كامل أندي ومنتخبات هل طريقة تدبوكات أم حيغير أم حيرجع للخمس مدافعين شكرا شكرا حسام كنت معي عبر سكايب اللي عندنا شكرا زيلا لك إن شاء الله الحلقات جاية نلتقي أكثر ونتحدث أكثر كابتن بسام شكرا لك أشكر كابتن بسام وباسل قورقيس وأيضا مستمعينا عبر إذاعة الرابعة ألف أم ولكم مشاهدين وفادر العمل نلتقيهم غدا إلى اللقاء اشتركوا في القناة